اما فيما يخص النادي الالف امرس الكرة المجيء الفني للنادي الاهلي رفض رفض تام فكرة رحيل محمد عبد المنعم مدافق الفريق في فترة الانتقالات الحالية ده بعد ما جيل محمد عبد المنعم عرض من نادي قطر القطري مقابل 3 ملايين دولار قابلة للزيادة كلها قبل غدارة الكرة او لجنة التخطيط تحديدا يعني انه يرفض تماما بها محمد عبد المنعم في الوقت الحالي في فترة الانتقالات الحالية ممكن في نهاية المسلم يبقى يشوفه كمان كولر رفض فكرة رحيل ياسر ابراهيم هو الاخر تلقى عرض من فريق ابها السعودي وياسر مستمر مع النادي الاهلي وراء ان يرحل خصوصا وانه كولر اكد انه حاجته ليه اللاعب خلال الفترة اللي جايه وما فيش مدافع يقدر يجيبه بديل لياسر خلال الفترة القصيرة القادمة من ناحية تانية حكاية حارس المرمى انا قلت لكم حكاية محمد ابو جبل الامبارح وحكاية محمد ابو جبل الامبارح كانت افلت وعلي لطفي دي بقى الحكاية اللي انا قلت لكم براها واكدها لك دلوقتي عاية لطفي مش حابب يرجع النادي الاهلي الا لو ضمن مكانة اساسية في تشكيلة الفريق او يعني مكانة اساسية الحين عودة محمد الشناوي ما عندوش مانا يبقى حارس ثاني لمحمد الشناوي بس مش عايز يبقى حارس ثاني لمصطفى شبير كونه انه كان خرج من النادي وهو حارس ثاني لمحمد الشناوي فلحد ما يرجع محمد الشناوي انا حارس اول لو الاهلي اقنع علي لطفي انه هيبقى حارس اول او قال له انك هتبقى حارس اول فعلي لطفي هينضم للنادي الاهلي طيب دي حكاية حكاية اخرى علي معلول علي معلول ما زالت الانتقادات كثيرة عليه في تونس ورغم كده هو طلع وقال انه هو لم يعتزل دوليا وانه مستمر مع المنتخب التونسي وقال له هعتزل دوليا انا اللي هطلع اقول مش تبقى تقارير صحفية هو هيرجع خلال ايام يوم الخميس القادم تحديدا الى النادي الاهلي وانتظم مع النادي الاهلي بعد انتهاء مشوار تونس في كأس الامم الافريقية